السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيزي المشاهدين المتابعين مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول السلطات السعودية تفرق عن الشيخ الضبيبي وإلى التفاصيل أفرجت السلطات السعودية عن شيخ قبلي يمني بعد القبض عليه وعدد من رفاقه بسبب ارتكابه مخالفة في أحد خدوط السير بالمملكة وقالت مصادر يمنية في السعودية إن السلطات الأمنية السعودية أفرجت عن الشيخ القبلي علي الضبيبي المنحدر من محافظة ريمة بعد نحو الإسبوعين من القبض عليه وقبل نحو الإسبوعين أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على أربع أشخاص من الجنسية اليمنية بعد قيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في ضريق عام وتوثيق ذلك ونشره وجراء قافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات هذه الأشتراكيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة